متابعي قناة أسرار أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها آخر التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والخسائر في صفوف الجيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك التطورات على مستوى مجلس الأمن الدولي كذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي وعديد التطورات الأخرى لكن قبل كل شيء لا تنسوا اشتركوا في القناة لتدعموها واتفعلوا الجرس باشتصلكم الفيديوهات القادمة ونبدأوا في التفاصيل وين أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد إصابة أربعة من عناصرها بجروح في عملية دهس بسيارة في القدس الشرقية وأشارت إلى إصابة أربعة عناصر بجروح وأطلق النار أطلق النار على المخرب حسب تعبيرها وتقصد هنا بيئة الفلسطيني الذي نفذ عملية الدهس وقع الهجوم عند مدخل حي الشيخ جراح الذي واجه عدد من سكان الفلسطينيين تهديدا بالأخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية ويشهد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ بداية شهر ماي الحالي تدهورا غير مسبوق أدى إلى وقوع صدامات عنيفة بين الطرفين إذا انطلقت شرارات العنف من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لتتحول إلى مواجهات عسكرية عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قتل خلالها أكثر من 150 شخصا من كلا الطرفين هذه روية جاءت في موقع فرنس فاندكات ولكن المواجهات أتت من حي الشيخ جراح فعلا لأن إسرائيل أرادت تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وبيوتهم عنوة وبالقوة وهي من بدأت بالعدوان وبدأت بأطلق النار وبدأت بالانتهاكات كذلك تحولت فيما بعد طبعا القوات الفلسطينية وكذلك المواطنين من حقهم الدفاع على أنفسهم وعلى منازلهم وعلى أرضهم وعلى قدسهم هذا شيء طبيعي الخسائر كانت من الجانبين استشهد عديد الفلسطينيين ومقتل عدد من الإسرائيليين ولا يزال الوضع غير مستقر على الرغم من الجهود المبذولة دولية لوقف الحرب بين الطرفين وطبعا بالنسبة لموقع فرونس فاندكات تناول في مقال سابق أنه تم استشهد 33 فلسطيني في ضربة جوية إسرائيلية تم تنفيذها اليوم الأحد على قطاع غزة في حصيلة يومية هي الأعلى منذ بدء التصعيد بين الجيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس يوم الأثنين الماضي وزارة الصحة الفلسطينية صرحت في بيان أن ثمانية أطفال واثنتين عشرة سيدة من بين ضحايا لتصل بذلك الحصيلة الإجمالية لشهد غزة منذ بدء التصعيد إلى 181 أو 181 شخصا وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن هذه الأرقام قابل الارتفاع بين لحظة وأخرى نتيجة الإصابات الخطيرة في صفوف الفلسطينيين وبسبب عدد ضحايا المدنيين غير المقبول في ذوء التصعيد القائم بين إسرائيل وفلسطين أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحدى نموزراء خارجية دول التكتل سيجرون يوم ثلاثاء المقبل محادثات طارئة عبر الفيديو لبحث التصعيد وتواجه دول 27 في التكتل صعوبات في توحيد مواقفها من النزاع اذ تدعم بعضها مثل ألمانيا والنمسا وسلوفينيا بشدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بينما تحظ دول الأخرى الدولة العبرية على درجة أكبر من ضبط النفس بالنسبة لتحركات تونسية جدد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج اليوم الأحد جدد إدان تونس الشديدة لممارسات سلطات الاحتلال وعدم احترامها المقدسات وقال لجرندي خلال جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي قال إن ما يعيشه الفلسطينيون حاليا هو تكرار لما عاشوا على امتداد عقود مشددا على أنه من الواجب السياسي والأخلاقي والقانوني تحديد المسؤوليات وأكد أن تونس تدعو المجموعة الدولية ومجلس الأمن إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وأضف وزير شؤون الخارجية على المجموعة الدولية تحمل مسؤوليتها وحمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال مضيفا أن تونس ستواصل جهودها لوقف فوري لأطلق النار كما شدد الجرندي على أن تونس ملتزمة بمواصلة المساعة البناء حتى تحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية هذه التحركات التونسية أثارت جدل كبير وأثارت تفاعل عدد من السياسيين والشخصية الوطنية والحزبية من بينهم الدكتور رفيق عبد السلام صهر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمين رجل الغنوشي عبد السلام قال في تدوين استفاقة متأخرة لمنظمة تعاون الإسلامي ولكنها أن تأتي متأخرة أفضل من أن لا تأتي التوافق بين تركيا والمملكة العربية سعودية ومصر وإيران في الملف الفلسطيني من شأنه أن يضمن الحد الأدنى في الدفاع عن فلسطين والقدس والأهم من كل ذلك الدفاع عن نفسها ووجودها المهددين أما الدول التي رهنت على ركوب مركب التطبيع والغدر بالقدس مثل الإمارات العربية فلن تجني شيئا غير مزيد من العزلة والعنات الفلسطينيين وكافة شعوب العربية والإسلامية من جنبه قال رئيس تركيا رجب تايب أردوغان أنه على المجتمع الدولي تلقين إسرائيل درسا قاويا ورادعا ضد هجمتها المتهورة في فلسطين وخلال اتصال هاتفي اليوم الأحد بحث رئيس أردوغان مع نظيره الإيراني حسن روحاني التطورات على ساحة الفلسطينية وفق بيان دائرة الاتصال في رئاسة تركيا وأكد أردوغان لروحاني أن تركيا أبدأ ترد فعليا بأشد الطريقة على اعتداءات إسرائيل وظلمها في فلسطين وقال على المجتمع الدولي تلقين إسرائيل درسا قويا ورادعا ضد هجمتها المتهورة وأضف لنظيره الإيراني أنه على العالم الإسلامي انتهاج الوحدة في الخطاب والعمل بشأن فلسطين وكان الرئيس التركي أكد أن بلاده مستعدة لدعم فعال لكل مبادرة تطلقها الأمم المتحدة وتحمل المسئولية والتضحية من أجل إحلال السلام ولفت إلى أنه في حال عدم وقف العدوان إلى إسرائيل في فلسطين بخاصة في القدس فأن كل شخص سيجد نفسه هدفا لتلك العقلية الوحشية نسبة إلى إسرائيل هذا ومازلنا في متابعة لتطورات الوضع في فلسطين المحتلة كذلك في متابعة لمختلف التحركات الدولية في مجلس الأمن في الاتحاد الأوروبي على مستوى الدول العربية كذلك على مستوى الشعوب العربية وأخيرها التحركات الشعبية في الأردن في محاولة لاختراق الحدود والدخول إلى الأراضي الفلسطينية كثير منها تطورات مازلنا في متابعتها في الساعات القادمة ما تنسوا اشتراك في القناة واتفعلوا الجرس بشوصي لكم الفيديو القادم اشتراك في القناة لتدعموها واتفعلوا الجرس بشوصي لكم الفيديوية القادمة ونبدأ